اهلا بكم من جديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقدم في كلماته امام منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية اي اشارة على الليونة او التراجع عن خوض مواجهة مع التحالف الغربي الحرب في اوكرانيا بحسب بوتين لم تكن خسارة بل مكسبا عزز سيادة روسيا والعقوبات الغربية لم تضرها بل اضرات بالاقتصاد العالمي ومحاولات عزل روسيا تبوء بالفشل لانها تتجه شرقا ولان الشرق هو المستقبل على غرار مجموعة السبع دعت رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فوندرلاين دول الاتحاد الاوروبي للموافقة على تخديد سقف لأسعار واردات الطاقة من روسيا بوتين اعتبر ان القرار سيؤدي الى رفع الاسعار الاسعار هي الجزء الظاهري في هذا القرار الجزء الاهم هو انه يضع قيودا تتعلق بالتأمين على ناقلات النفط والغاز تجعل ابحارها محفوفا بالمخاطر اذا اشترت بسعر اعلى بوتين استخدم تعبيرا واوصافا كان يمكن ان تعتبر خشنة في ظروف اخرى الا انها تعكس حمى مضادة لما وصفه بالحمى الغربية لفرض قواعد وعقوبات على الاخرين الحرب في اوكرانيا وفقا لكل الايحاءات التي قدمها بوتين ما تزال في بداياتها والصراع المحتدم ينتظر الاسوأ فهل يمكن خفض واردات الطاقة الروسية ولماذا لم يبدو على روسيا الانهاك وما هو مستقبل العلاقات الدولية مع استمرار الحرب في اوكرانيا لنقاش هذا الموضوع ورحب ضيفي من موسكو سيد افغيني سيدروف الباحث السياسي ومن بون الألمانية سيد ياسر ابو معيلق الصحفي والباحث الشؤون الأوروبية مساء الخير مرحبا بكم أبدأ من موسكو معك سيد افغيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الكلمة في منتدى الشرق الاقتصادي قال انه من المستحيل عزل روسيا وبأن بلاده نجحت في مواجهة ما وصفه العدوان الاقتصادي الغربي عليها هل يبدو الأمر كذلك فعلا بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب في اوكرانيا تحياتي لك ولساد المشاهدين ولديفك الكريمة أعتقد بأن ما قاله الرئيس بوتين اليوم في منتدى الشرق بمدينة طولة بستوك في أقصى الشرق روسيا يعكس الحقيقة ربما بشكل كامل لأننا لا نرى أي تداعيات أو أثار سلبية على الاقتصاد الروسي جراء العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول الغربية والعكس هو صحيح لأنه أولا روسيا استفادت كثيرا من ارتفاع أسعار النفط والغاز والآن هي تستطيع أن تستغني ربما عن الجزء الأكبر من امداداتها إلى الدول الغربية وبالتالي لا مشكلة فيما يتعلق بهذا الأمر سقف الأسعار الذي تحاول تحديده الدول الغربية صحيح كما قال الرئيس الروسي سيؤدي إلى رفع أو ارتفاع آخر للأسعار وهذا أيضا تستفيد منه روسيا بشكل كبير بالنسبة للأثار الأخرى يمكن القول أن الاقتصاد ربما نوعا ما سيتضرر جراء هذه العقوبات وليس الآن وليس على المدى القريب ربما بعد مضي فترة طويلة نسبيا وربما بعد سنة أو سنتين كما يقول بعض الخبراء ولكن حتى الآن أعتقد بأن قدرات روسيا تمكن البلاد من الحفاظ على نفس الاستقرار الاقتصادي الذي كان سائدا في روسيا قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا سيد ياسر ما رأيك بعد أشهر على اندلاع الحرب في أوكرانيا في ضوء الأكلاف الثقيلة والتدعيات الصعبة على الجانب الأوروبي وفي ضوء انفتاح روسيا كذلك على أطراف دولية تتجه معها نحو الشرق هل بالإمكان القول بأن حديث بوتين عن فشل الغرب في عزل روسيا يصبح صحيحا وفي محله أم ماذا؟ أولا أهلا بك وبضيفك الكريم سيد سيدروف ولكن أعتقد أن حديث الرئيس الروسي بلاديمير بوتين فلنقول جزء منه صحيح والجزء الآخر مبالغ به بعض الشيء الجزء الصحيح هو أن العقوبات الغربية والمحاولات الكتلة الغربية من أجل عزل روسيا لم تنجح في ظل اتجاه روسيا شرقا نحو دول أخرى تشترك مع روسيا في مصالحها في منافستها للغرب وفي مناكفتها أيضا للغرب ولكن على الجهة الأخرى لا يجب أن ننسى أن هذه عقوبات تفرضها كتل تعتبر من أقوى اقتصادات العالم وكتل تعتمد عليها روسيا في الكثير من احتياجاتها سواء في ما يخص المواطن الروسي العادي أو في ما يخص الصناعات الروسية وأغلب هذه الصناعات المتركزة في قطاع النفط والغاز طبعا روسيا اقتصادها يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز في عام 2019 بلغت تلك حوالي 56% من إجمال صادرات البلاد وحوالي 39% من إجمال الموازنة العامة للدولة وبالتالي أعتقد أن عدم اهتمام الدولة الروسية بتنويع مصادر دخلها قد يكون وبالا عليها خصوصا في ظل التعاظم المستمر أو التصعيد المستمر للكتلة الغربية في عقوباتها فيما يخص هذا المجال تحديدا مجال الغاز والنفط يعني دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الانعتاق تماما من واردات الطاقة الروسية بحلول ديسمبر من هذا العام هي دعوة ستكون لها آثار واضحة على روسيا حتى مع وجود بدائل مشترين بدائل للدول الغربية في الصين أو الهند مثلا أو حتى إيران لكن أعتقد أن ذلك لن يكون قادرا على تعويض الخسائر التي مني بها الاقتصاد الروسي جراء هذه العقوبات وهي عقوبات أشترك مع السيد سيدوروف بأنها ستكون لها تبعات طويلة الأمد ويعني بغض النظر عن الادعاءات بأن هذه العقوبات ستؤدي لتدمير الاقتصاد الروسي وبسرعة لكن لا أعتقد أن ذلك ممكن بالنظر إلى اقتصاد كبير كالاقتصاد الروسي وأيضا بالنظر إلى الخطط أو الاستراتيجية الموضوعة الروسية المالية والاقتصادية الموضوعة مسبقا قبل بداية هذه الحرب استعدادا لهذه الخطوات التي كانت تتوقعها موسكو برأيي بسيد سيدوروف بالرغم من التدعيات القاسية على الجانب الأوروبي لهذه الحرب وعلى وقف امدادات الطاقة من الجانب الروسي لأن الجانب الأوروبي وفق ما نتابعه يبدو أنه يمضي أكثر نحو التصيد يمضي لتحديد سقوف لأسعار النفط والطاقة الروسيين بالرغم من التبعات والتدعيات ألا يعكس هذا ربما أيضا فشلا روسيا في لي ذراع الأوروبيين وفي استخدام الطاقة كسلاح موجع فعلا من شأنه أن يغير من خياراتهم أنا لا أعتقد بأن الحديث يمكن أن يدور عن محاولات روسيا لي ذراع الدول الغربية فيما يتعلق مثلا بإمدادات الغاز لأن الدول الغربية يبدو أنها لم تمعنى التفكير بشكل جدي ومتعمق في تدعيات مثل هذه العقوبات القاسية التي فردت على روسيا والحقيقة أن مسألة توربينات إذا أخذنا هذه المسألة على سبيل المثال فروسيا تقول أن توربينات أيضا خضعت لبعض العقوبات وبالتالي هذا الأمر يمنع من العودة إلى الإمدادات بكامل حجمها المشكلة هنا ربما يجب أن نظر لها من زوية الشقين الشق الأول كما يقول البعض هو خلفية سياسية للخطوات الجوابية التي تتخذها موسكو ولكن هذه الخلفية السياسية كما يزعمون ترتبط ارتباطا وسيقا بالشق الثاني وهو الشق التقني لأن العقوبات تسببت في ربما الصعوبات والتعقيدات الكبيرة المرتبطة بالعمل السابت للتوربينات وعموما باستمرار الإمدادات الروسية من الغاز والنفط إلى الدول الغربية وبالتالي أعتقد أن هذه المسألة أكثر تأقيدا مما تبدو هي من أول وهلة وبالنسبة لتنويع مصادر روسية أو تنويع المشترين والزبائن للنفط والغاز ومصادر الطاقة بوجه عام بالنسبة لروسيا فأعتقد أن هناك آفاقا لا يستهان بها فيما يتعلق بتوسيع دائرة أو مجموعة هذه الأطراف والحلفاء الجدد التي لا شك أنهم سيظهرون قريبا في دول كثيرة لسيما في محيط أسيا وفي منطقة أسيا والمحيط الهادي وهذه المنطقة لحد قول عدد من المسؤولين الروس الكبار ربما الآن تدخل في أولويات السياسة الروسية وأيضا الطموحات الاقتصادية الروسية والرهان الروسي على هذه البلدان وعلى التعاون معها ربما هو يبشر بمستقبل جيد للاقتصاد الروسي الذي سيستطيع تحمل معظم الصعوبات ومعظم التعقيدات الناتجة عن الأقوبات الغربية سيد ياسر بتصورك على أي أساس يمضي الجانب الأوروبي للتصايد مع روسيا في ملف الطاقة في هذا التوقيت في ضوء ارتفاع الأسعار في ضوء تعقيد الخيارات كذلك وفي ضوء الاقتراب من فصل الشتاء كيف بالإمكان فعلا تفسير هذا الموقف الأوروبي الموقف الأوروبي يمكن تفسيره بأنه محاولة لمرة واحدة فقط للاعيطاق بشكل تام فلنقل هذا الخطأ الاستراتيجي في الاعتماد اعتمادا كبيرا على واردات الطاقة من روسيا من دولة يعني يراها الاتحاد الأوروبي وتراها الكتلة الغربية كدولة معتدية كدولة قامت بالكثير من التوسعات الجيوسياسية والإقليمية في المنطقة بدءا من حرب جورجيا وصولا إلى القرم في عام 2014 حيث بدأت العقوبات على روسيا وانتهان بالحرب في أوكرانيا وبالتالي فإن الكتلة الغربية تشعر ببعض التوجس من هذا الاعتماد الكبير على الطاقة وخاصة في ألمانيا ولذلك أعتقد أن الأوروبيين درسوا الخطوات أي نعم أن هذه العقوبات فرضت بشكل متسرع بشكل ربما لم يكن مدروسا ولكنه كان مطلوبا في ذات الوقت من أجل توجيه صفعة معاكسة إلى روسيا عندما بدأت هذه الحرب ولكن أعتقد الآن أن الأوروبيين بدأوا أكثر وعيا للدرس الذي حصل وهم أكثر وعيا الآن لصدمة الأسعار التي حصلت في موضوع الطاقة الحكومات الأوروبية المتعاقبة بدأت بتوعية بحملات كبيرة لتوعية المواطنين بإقرار حزمات مالية من أجل تخفيف هذا العبء تخفيف وطأة عبء ارتفاع أسعار الطاقة على المواطن أيضا بدأت بإجراءات تكافلية وتضامنية في داخل الدول الاتحاد الأوروبي من أجل توزيع حصص الغاز على الدول التي تحتاجها كما رأينا مثلا في مثال النرويج التي فضلت عدم ضخ الغاز الذي تقوم به تقليديا في أبار البترول من أجل زيادة النفط المستخرج وفضلت منح هذا الغاز إلى ألمانيا من أجل محاولة ملء خزنات الإحتياط قبل أن يدخل أو يحل فصل الشتاء على الألمان دون أن يكون هناك إمكانية لتزويد البيوت بما تحتاجها خلال هذا الفصل من أجل المرور به أيضا رأينا أن البنية التحتية لالطاقة في كثير من الدول التي تعتمد على الأنابيب الروسية بدأت الآن بالاتجاه إلى بناء منافذ على البحر من أجل استقبال الغاز المسال من دول أخرى طبعا غير روسيا وهناك توجهات من أجل الوصول إلى ذلك بأسرع وقت ممكن ربما مع منتصف العام القابل سيد فجيني الجانب الأوروبي الذي يريد أن يشتري الغاز والطاقة يجد صعوبة في توفير البدائل تابعنا زيارات المسؤولين الأوروبي لأكثر من دولة سواء للجزائر لقطر الانفتاح على الجانب الأمريكي النرويجي محاولة الحلحل مع إيران لكن تظل هناك تعقيدات كبيرة فما بالك بمن يريد أن يبيع لأسواق جديدة هل تكون مهمة الجانب الروسي فعلا سهلة بالانفتاح على أسواق جديدة في وجود عقوبات دولية اليوم مفروضة على هذا القطاع الهام والاستراتيجي من جهة هذا الصحيح كما تفضلت وروسيا بطبيعة الحل ستنفتح أكثر على أسواق جديدة ولا شك أنها ستجد هذه الأسواق الأمر الآخر والسؤال الآخر هل يكفي ذلك لربما التعويض عن الخسائر المحتملة التي ربما تلحق بالاقتصاد الروسي من الصعب الآن الإجابة بنعم أو بلا على هذا السؤال ولمد من انتظار وقت أو فترة يعني معينة من الوقت لكي ندرك تدعيات هذه القرارات المتخزة ورد الروسي عليها ولكن على أي حال بعض الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي مثلا فيما يتعلق بالسقف أو بتحديد السقف الأسعار للغاز والنفط يبدو أنها تتعارض مع مبادئ السوق أو الاقتصاد الحر الذي طالما دعت إليه الدول الغربية نفسها فهي الآن تدخل بهذه الإجراءات في تعارض مع نفسها ووضح تماما أن هذا الأمر لن يكون له تأثير إجابي على السوق الطاقة والسوق النفط وأيضا على الوضع الاقتصادي في الدول الغربية لكن سيد يفقيني في ضوء السعر الروسي لإيجاد أسواق جديدة بشرقا ووافاق بعيدا عن الجانب الأوروبي هل من خيارات واقعية فعلا بإمكان الجانب الروسي المضي لها ما عدا السوقين الصيني والهندي على أهميتهما لكن هل من خيارات أخرى بديلة للجانب الروسي في ضوء هذه التطورات المتسارعة طبعا هناك خيارات وبداء الأخرى أولا يمكن التعويض عن هذه الخسائر وربما الأضرار عن طريق توسيع حجم النفط والغاز الذي يتم توريده إلى الحلفاء القدامى إن صح التعبير فمثلا نرى أن الهند زاد كثيرا من مشتريات أو من استراد النفط من روسيا نفسه شيء ينتبق للصين وهناك أيضا عقود جديدة مع عدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة والبعض منها بحاجة ماسة إلى المزيد من كميات النفط والغاز من روسيا أيضا روسيا ألقت نظرتها وهي تتجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي وتول احتماما كبيرا بتوسيع حجم ونطاق التعاون مع دول هذه المنطقة هناك أيضا جولة إفريقية قام بها مؤخرا وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لاورف ولشك أن الحديث في أثناء هذه الجولة دار أيضا حول التعاون بين هذه الدول وبين روسيا فيما يتعلق بقطاع الطاقة أولا وقبل أي شيء آخر وبالتالي لا أعتقد بأن روسيا سوف تفقد كثيرا وربما سوف تستطيع أن تعوض عن الخسائر المتراتبة للعقوبات الغربية بسرعة وبشكل كبير وربما ستجد طرق أخرى للتعويد عن هذه الخسائر ولا يجوز أيضا أن ننسى أن الأسعار العالية للنفط والغاز تسمح لروسيا حتى الآن بتحمل تبيعات هذه العقوبات بسهولة نسبية سيد ياسر الجانب الألماني أطراف أوروبية تتحدث عن أن هناك مخزوناً يكفي من الغاز والطاقة للشتاء القادم لكن يظل العمل قائماً لتأمين موارد وخطوط استراتيجية ومستدامة كذلك هل من خيارات واقعية فيما يخص ألمانيا تحديداً والتي تعتبر ربابة الدولة الأوروبية الأكثر اعتماداً على واردات الطاقة الروسية هناك عملية حثيثة للبحث عن بدائل منها كما ذكرت الغاز المسال هناك عدد من منافذ استقبال الغاز المسال التي يتم بنائها الآن في شمال ألمانيا ويفترض الانتهاء من بنائها في منتصف العام القادم أي بعد انتهاء الشتاء هناك أيضاً بعض الاتفاقات مع الدول شمال أوروبا والدول الإسكندنافية مثل النرويج مثل فنلندا من أجل تزويد ألمانيا بالفائض من الغاز الذي تنتجه وخاصة النرويج والتي تعتبر دولة كبيرة منتجة للنفط والغاز وهناك اتفاقيات لتزويدها بما تحتاج هناك أيضاً منفذ لاستقبال الغاز المسال معار إعارة لألمانيا من هولندا هناك نوع من التضامن أيضاً هناك بحث من أجل استكشاف إمكانية التعاون مع شركاء جدد مثلاً رأينا زيارة قبل عدة أشهر لوزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابك إلى قطر من أجل استكشاف إمكانية التوقيع عقود لتوريد الغاز المسال هناك أيضاً اتفاقيات أو محادثات فلنقل مع الجزائر ومع عدد من الدول ولذلك أعتقد أن هناك بحثاً عن هذه البدائل لا توجد لدى الحكومة الألمانية أو حتى الدول الأوروبية نية للعودة إلى الأعمال كما كانت سابقاً مع روسيا هناك نهج واضح للتخلي عن واردات الطاقة بالكامل من روسيا وأعتقد أن هذا الشتاء فصل الشتاء القادم سيكون فصلاً حاسماً في هذا الموضوع وسيكون ربما الأقسى على مواطني أوروبا ربما ولكن حسب التوقعات أو حسب وكالة الطاقة الألمانية أو وكالة شبكات الطاقة الألمانية فإن عملية ملء خزانات الاحتياط اللازمة للعبور بألمانيا في فصل الشتاء بأمان تسير أسرع مما هو مخطط له وربما ينتهي الملء التخزين بحلول شهر نوفمبر وبالتالي أعتقد أن ألمانيا باتت الآن على مشارف أن تمر بشتاء آمن نسبيا فلنقل وإن كان ذلك على حساب أسعار أعلى من أجل هذه الخزانات بأي شكل ممكن صحيح يبدو الجانب الألماني يتحدث عن مخزون بات عند حاجز 85% لتأمين الشتاء المقبل لكن سيد ياسر بالعودة لهذا التوجه الأوروبي للانفكاك تماما عن الطاقة الروسية قضية التوربينات لنوردستريم 2 كانت حاضرة في حديث الرئيس الروسي اليوم قال بأنه إذا سلمت سيتم ضخ الغاز بشكل فوري في اليوم التالي هذه القضية وتغطيلها إلى مدى يبدو مدفوعا من الجانب الأوروبي أكثر ويبدو بأن هناك توجها فعلا لتعقيد ذلك ولأن تشمل العقوبات قضية التوربينات المنتظرة سؤالي للسيد فإن فجأة لا يمكن إرسال توربينات معين إلى ألمانيا وفجأة تكون هناك مشاكل في الصيانة أو فجأة يتوقف عمل الأنبوب الفلاني من أجل أعمال صيانة أيضا ألمانيا أشارت بشكل واضح إلا أن هذه الحجج ما هي إلا حجج واهية من أجل محاولة معاقبة ألمانيا على هذا النهج نهج الإنعتار نهج الإنضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا ومحاولة الضغط أيضا على ألمانيا في هذه الورقة وهي ربما تكون الورقة الوحيدة التي تمتلكها روسيا للضغط على ألمانيا في هذا الموضوع ألا وهي ورقة الطاقة بالتالي أعتقد أن مسألة إعادة التوربيين من عدمه ليست مرتبطة بالعقوبات الأوروبية بقدر ما هي مرتبطة بما تمتلكه روسيا من أوراق ضغط على ألمانيا تحديدا والاتحاد الأوروبي عموما ألا وهو أسعار الطاقة الارتفاعات المضطردة لهذه الأسعار مقرونة بالتضخم المالي الذي يسود العالم بأكمله ويؤثر على حيوات المواطنين في كل مجال من روسيا إلى أوروبا جميع المواطنين متأثرون بهذا التضخم المالي الذي أصاب الجميع ولكن فيما يخص أسعار الطاقة أعتقد أن ذلك سيكون كما ذكرت مسبقا شتاء صعبا على المواطنين الأوروبيين ولكن أعتقد أنه سيكون شتاء آمنا نسبيا في ظل الخطوات التي اتخذت مسبقا وتتخذ حاليا بشكل حثيث من أجل التعامل مع هذه الأزمة قبل دخول المرحلة الحرجة ألا وهي مرحلة الشتاء سيد يفغيني قضية التوربينات لنوردستريم ألا تأتي في ذات الإطار الروسي لخلق ربما الأسباب أو المبررات أو حتى ربما الذرائع للمضي لخطوات قطع عند ذات الطاقة كلا بطبع لأن مشكلة التوربينات كما قلت في البداية متعلقة بعدد من المكونات التي طالتها العقوبات وهذا ما أدى إلى ضرورة تعطيلها أولا ومن ثم إلى مشكلات فنية أخرى فروسيا كانت بحاجة إلى مثلا تصليح بعض التوربينات على حساب تلك القطع قطع الغيار أو المكونات التي تعرضت للعقوبات فكيف يمكن الخروج من هذه الحلقة المفرغة هنا السؤال وبتبعية الحال روسيا مستعدة حالة رفع العقوبات عنها في العودة إلى العمل سواء في نوردستريم واحد أو نوردستريم اثنين يعني لا مشكلة هنا وهناك أيضا بعض الإشارات التي ربما يمكن اعتبارها مشجعا نوعا ما لكنها بعيدة عن هذا الملف ومع ذلك فلبد من أن نلفت النظر إليها أنا أقصد هنا التصريح أخير أدل به الناطق على لسان الكريملين الروسي السيد دمتري بيسكوفا الذي لمح إلا أن التفاوض أمر ممكن في المستقبل هذا أولا يعني التفاوض طبعا كان المقصود بهذا التفاوض بين روسيا والغرب من جئة أخرى رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب أعتقد بأن هزيني الأبرين يمكن النظر إليها في سياق بعض الإشارات التي يمكن اعتبارها يعني بتفاول حذر على أنها تدل على إمكانية العودة إلى العلاقات طبعا سنكتفي معك بهذا القدر يبدو الاتصال انقطع معك سيد يفغيني أشكرك جزيلا شكر من موسكو السيد يفغيني سيدروف الباحث السياسي من بون أيضا السيد ياسر أبو معيلك الصحفي والباحث في الشؤون الأوروبية شكرا جزيلا لكم هذا وصلنا للختام شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء